اشتركوا في القناة طبعا نفقى التوزيع الالكتروني اليوم ان شاء الله رح نأخذ اول مجموعة من مجموعات عناصر الجدول الدوري طبعا المجموعة الاولى دعوناها مجموعة السوديوم طبعا تحوي عدة عناصر من هذه العناصر هو السوديوم طبعا نتعرف على البني الالكتروني لذرة السوديوم وموقعها في الجدول الدوري نقوم بتجارب نوضح فيها بعض الخاصيات الكيميائي لمعدن السوديوم ومركباته طبعا كذلك نعبر عن الخاص الكيميائي للسوديوم بمعادلات طلابنا تمتد المسطحات الملحية في مدينة بون فيل في ولاية يوتا في الولايات المتحدة الأمريكية طبعا على مساحة 30 ألف فدان وتعد من أكثر المناطق القاحلي وهي غير مأهولة بالسكان ولها مظاهر طبيعي فريدي من نوعها يعد هذا المسطح الأبيض المبهر ذو الإضاءة الشديدة بالإضافة إلى البحيرة المسمات ببحيرة الملح العظمى وقد اتحد كل من الرياح والماء لتكوين السطح المسطح من الملح طبعا مسطحات بون فيل الملحي غني بأملاح الليثيوم والبوتاسيوم والمغانيزيوم وهي معادل المجموعتين المجموعة الأولى آ واحد والمجموعة الثاني آ ثاني في الجدول الدوري للعناصر ما خواص هذه المعادل؟ ما خواص هذه المعادل الفعالي أو النشيطة؟ طبعا سؤال يطرح نفسه الآن يمكن أن نجيب على خواص هذه المعادل طبعا صورة طلاب تظهر المسطح الأبيض لمدينة بون فيل هذه التي تحوي على مساحة كبيرة جدا تحوي على أملاح طبعا نبدأ بفصيلة المعادل القلوي لابنا أول فصيلي أو أول مجموعة في الجدول الدوري هي مجموعة العناصر أو المعادل القلوي طبعا هي التي تنتهي بالتوزيع الإلكتروني بـ S1 تنتهي بـ S1 عناصر العمود الأول في الجدول الدوري طبعا تضم الهيدروجين وتحته بجين الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم والروبيديوم والسيزيوم والفرانسيوم طبعا الفرانسيوم هو عنصر مشاع وهي عناصر تنتهي جميعها بالكترون تكافؤ واحد في السوية الفرعي S إذا تنتهي بـ S1 وطبعا الهيدروجين طلاب يعتبر من اللامعادل طبعا في هذه المجموعة يبدأ بالهيدروجين تحت الليثيوم تحت الصوديوم والبوتاسيوم إذن أول عنصر هو الهيدروجين هو لا معدن في هذه المجموعة أما باقي العناصر هي عبارة عن معادن ندعوها بالمعادن القلوي المعادن القلوي من خواص هذه المعادن طلاب طاقة تأيونها الأولى ضعيفي كلمة طاقة تأيونها الأولى ضعيفي أنها بسهولة تخسر الكترونها السطحي وتصبح عبارة عن أيون موجب إذن طاقة تأيونها الأولى ضعيفي ما هو السباب؟ قال لسهولة تحرر الكترون التكافؤ وتعطي أيون موجب مثل الصوديوم عندما تخسر الكترونها السطحي فتصبح نا موجب أما طاقة التأيون الثاني فهي عالي يعني لا يمكن أن تخسر الكترون آخر لتصبح نا زالتنين تتناقص درجتها الإنصهار والغليان للمعادن القلوي بزيادة العدد الذري طبعا يعني وبالتالي باتجاه الأسفل يعني مثلا لو قارننا بين الصوديوم والبوتاسيوم طبعا البوتاسيوم ذو عدد ذري أكبر من الصوديوم لذلك نقول أن البوتاسيوم له درجة انصهار وغليان أكبر من الصوديوم تمتاز المعادن القلوي معادن المجموعة الأولى في الجدول الدوري تمتاز ببريق أبيض فضي إذن تمتاز المعادن القلوي ببريق أبيض فضي عدد السيزيوم أصفر ذهبه ويزول البريق عند التعرض للهواء تتمتع بالقدرة أرجاعي عالي إذن تتمتع بالقدرة أرجاعي عالي هذه المعادن جيدة النقل للحرارة والكهرباء إذن هذه المعادن جيدة النقل للحرارة والكهرباء من يعيد لنا طلاب خواص المعادن القلوي؟ من يعيد لنا خواص المعادن القلوي؟ يلا يا يوسف فضل ناقل جيدة للكهرباء نعم كأكمل تتمتع بقدرة أرجاعية عالية تمتاز المعادن القلوي ببريق أبيض فضي عدد السيزيوم أصفر ذهبه ويزول البريق عند التعرض للهواء ممتاز من يعيد لنا خواص المعادن القلوي؟ نعم يا سامي فضلي نجلاء فضلي تتناقص درجة الانصهار والغليان للمعادن القلوي بإزدياد العدد الدري تمتاز المعادن القلوي ببريق أبيض فضي عدد السيزيوم أصفر ذهبه ويزول البريق عند التعرض للهواء تتمتع بقدرة أرجاعية عالية جيدة النقل للحراء والكهرباء أسه في عندي خاصية الأولى طاقة تأيونها الأول ضعيفة لسهولة تحرر الكترون التكافى وتعطي أيونا موجبا إما طاقة التأيون إما طاقة التأيون الثانية فهي عالية ممتاز الآن المعادن القلوي هي عناصر المجموعة الأولى A1 كما رأينا تنتشر طلاب الرواسب الغني طبعاً لنلاحظ كيف تتشكل هذه العناصر في الطبيعة تنتشر الرواسب الغني بأملاح المعادن القلوي في جميع أنحاء العالم على شكل مسطحات أملاح تحتوي على كميات كبيرة من أكلور السوديوم وأملاح قلوي أخرى وقد ينتج عن تبخر البحار القديمي رواسب أملاح المعادن القلوي التي تقع الآن في المناطق الجوفي تحت سطح الأرض وتتميز أملاح المعادن القلوي بشدة ذوبانها بالماء إذن شديدة الذوبان في الماء هذه الأملاح وتقوم مياه الأمطار طلاب تقوم مياه الأمطار باستخلاص هذه الأملاح من التربي وذلك بإذابتها ثم تحملها الأنهار إلى البحر وتحتوي مياه البحر حوالي 3% من أملاح معادن قلوي من حيث الكتلي طبعا إن مياه البحر مصدر أساسي لملح الطعام إذن إن مياه البحر هو مصدر أساسي لملح الطعام نلاحظ طلاب شكل أهم جدا طبعا هذه عبارة عن أحواض تملأ بمياه هذه أحواض تملأ بمياه البحر ثم تترك للعوامل الجوي اللي هو عوامل الشمس في أيام الصيف طبعا الآن يتبخر الماء ويبقى كمية الملح في قاعة هذه الأحواض تصلح من مياه البحر وذلك بعمل أحواض كمية تملأ بمياه البحر الآن تتبخر الماء وتبقى أو يبقى تبقى الأملاح في هذه الأحواض إن معادن المجموعة آواحي من أكثر المعادن المعروف نشاطا وفعالي طبعا ما عاد الهيدروجين الهيدروجين يا طلاب ليس معادن هو غاز في درجة الحرارة العادي وبسبب نشاط أو فعالي تلك المعادن هذه المعادن فعالي كيميائيا فإنها لا توجد منفردي يعني حرة في الطبيعة يعني لا يمكن أن نوجد صوديوم موجود في الطبيعة أو مثلا بوتاسيوم لكنها توجد متحدي مع اللامة عادن أملح طلوي يعني مثل مثلا كلورسوديوم إن آسي إيل موجود هذا في الطبيعة أنا يمكن من كلورسوديوم أن أستخلص الصوديوم في هذه المجموعة نوجد أن عنصري السيزيوم والروبيديوم أكثر العناصر نشاطا وعادي طبعا يتفاعل كل معدن قلوي يعني ليثيوم أو صوديوم أو بوتاسيوم طبعا يتفاعل كل معدن قلوي بشدة مع الماء البارد منتجة الغاز المتروجين ويعطي محلول من ندروكسيد المعدن يعني طبعا يتفاعل ببساطة بمحلول أو بوتاسي على سبيل المثال إذن المثال يتفاعل الصوديوم مع الماء الصوديوم هذا قلوي إذن يتفاعل الصوديوم مع البارد بكونا هيدروكسيد الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم أساس الهيدروجين إذن N-A زائد H2O يعني N-A أو H زائد H2O غاز غاز الغاز الهيدروجين إذن 2N-A زائد H2O يعطي N-A أو H زائد H2 طبعا 2N-A أو H لاب تفاعل يعني لو أخذنا قطعة من الصوديوم في حوض من البارد نجد نجد التفاعل شريط التفاعل شديد نحظ أن وجود شرار كهربائي عند هذا التفاعل فينطل الغاز الهيدروكسيد يصبح المحلول الماء يصبح عبارة عن محلول هيدروكسيد الصوديوم N-A أو H تتفاعل المعادن القلوي سريعا في الماء طبعا هي ناشرة للحرارة لدرجة أنها غالبا أنه غالبا ما يشتعل الهيدروجين بمجرد تكوينه طبعا إذن المعادن القلوي شريهة جدا للماء تتفاعل ويقول التفاعل ناشر للحرارة تتفاعل المعادن القلوي بقوة مع رطوبي الموجودة في جلد الإنسان لذلك يجب عدم التعامل معها باليد مباشرة فهو عم بدون ارتداء خفازات حامي يعني لا يمكن أن نأخذ الصوديوم يمكن إمساك معدن الصوديوم باليد لأن معدن الصوديوم يتفاعل الماء أو الرطوبي الموجود في جلد الإنسان ويحرق الجلد طلاب يتم تخزين المعادن القلوي كالصوديوم مثلا إذن يتم تخزين المعادن القلوي دائما تحت سطح الزيت أو الكيروسين لحفظها من التفاعل مع الأكسجين والرطوبي الموجود في الهواء نعم إذن نضع معدن الصوديوم ويمكن سكب الزيت فوق معدن الصوديوم لأنه معدن الصوديوم لا يمكن أن يعرض للهواء أو الرطوبي الصوديوم هو المعدن القلوي الوحيد الذي ينتج على نطاق واسع لكي نحصل على المعدن معدن الصوديوم في الحال الحرة يجب إرجاع أيونات الصوديوم يجب إرجاع أيونات الصوديوم إلى موجود يمكن بعملية أو تفاعل إرجاع يرجع إلى الصوديوم ويمكن حصول على الصوديوم طلاق الصوديوم معدنة بصفة عامة بالتحليل الكهربائي لمصهور كلور الصوديوم إذن بالتحليل الكهربائي لمصهور كلور الصوديوم يمكن أن نفصل الصوديوم عن الكلور ونحصل على معدن الصوديوم كيف يمكن أن نحصل على معدن الصوديوم بالحال الحرة أولا بإرجاع عيونات الصوديوم أو من خلال التحليل الكهربائي لمصهور كلور الصوديوم وفي هذه العملي نحصل على غاز الكلور نحصل على السوديوم كمعدن ونحصل على الكلور كغاز نحصل على غاز الكلور طبعا غاز الكلور هو مهم جدا نعم غاز الكلور طبعا يستخدم السوديوم طلاب كمصدر ضوئي في مصابيح بخار السوديوم وفي إنتاج الكثير من المواد الكيميائي ويعد السوديوم السائل ناقل جيد للحرارة ذلك يمكن استخدامه في المفاعلات النووية لإزالة الحرارة من قلب المفاعل طبعا الصوديوم السائل هو عبارة الصوديوم عند تسخيله فإنه يصبح سائل يدخل هيدروكسيد الصوديوم كمكون في المنتجات المنزلية العامة التي تستخدم في تسليق البالوعات من العوائق طبعا هيدروكسيد الصوديوم طلاب نحن بنعرفه بالحال العامي بالقطروني أو الكوستيك طبعا يمكن أن نأتي بقطروني كمصطلح عامي اللي هو نفسه هيدروكسيد الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم L-A-O-H أو القطروني يمكن أن يستخدم في تسليق البالوعات من العوائق وهناك منتج مهم لتبيض الملابس هو أحد طبعا ركبات الصوديوم فالمحلول الماء اللي هيبوكلوريت الصوديوم هيبوكلوريت الصوديوم L-A-C-L-O يعد بديلا عن الماء هيبوكلوريت الصوديوم طبعا L-A-C-L هو كلوريد الصوديوم أما L-A-C-L-O هو هيبوكلوريت الصوديوم هذا المحلول يستعمل في تبيض الملابس وتنظيفها